الهدف يا أستاذ أحمد هو أجب عليه في بداية تداخل إذا عدنا على بداية تداخل حين تحدثت عن ماذا حصلت إسرائيل من استراتيجية المواجهة المباشرة والاندفاع في العمق الأمين بإيران لم تحصل على شيء بل على العكس تطويق إيران هذه أسلحة تياسية إيران تتفاوض معك وتحاربك وتلتقط الصور معك يعني هي ذهبت بهذه الاتجاهات جميعاً بمعنى أن ترسل إشارات أن موضوع النفوذ في منطقة الشرق الأوسط حاضرة وبقوة إيران تمتلك القوة فلا تعتقدوا أن استهدافكم من العمق الأمن الإيراني سيقلل من أهمية اندفاع إيران في الخارج وهنا أعيدك أيضاً إلى تسريبات سيد ظريف الذي أشار إلى هذه الجددية يعني يريد حتى الإدارة الإيرانية نفسها ما حسب هذا الجدد يعني هل التمدد الخارجي يخدم عمليات الانفلات من الكماشة الحقوبات الأمريكية أم يعقدها؟ هذه الجددية موجودة تقرأ بالصحابة الإيرانية بتصريحات المسؤولين أنا متابعها يومياً يعني حتى هو هذا مساعد لي لازم هذا الرجل الإصلاحي كان محكم سي سنوات حكمه أستاذ أحمد يعني هو رجل إصلاحي والتسريبات التي أطلقها ظريف هي بيئ يعني هو اختيار لهذه الشخصية معناه أنه يريد يسرر التصريح حقيقة أنا أعلقت على هذا الموضوع وكان موجودة أن أعلق أكثر مع جنابك بيئ